معنا أم أحمد من جيزة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حضرتك كل سلام على حضرتك طيب وحضرتك طيبة يا رب وربنا يبلغنا رمضان جنيعا كده يا رب كلنا في صحة وسلام إن شاء الله وعافية يا رب العالمين ليه عند حضرتك بس شوانين لو سمعت تفضلي يا فاند السؤال الأول يعني يقول إيه إن الصائل دعوة لا ترد فهل بيعني مظهومة دعوة دي يعني الواحد يجري دعوة واحدة ولا يدعو كل ما هو يريد وهل دعوة الزالم اللي يكون إنسان هجاوب على حضرتك حاضر هجاوب على حضرتك وكل ده كان السؤال الأول حاضر يتفضل السؤال التالي السؤال التالي هو بس يعني وقت 13 تعرف معنى كلمة ورد عنهم وردوا عنها حاضر أقول لحضرتك أقول لحضرتك معنى ده أول حاجة أول سؤال حضرتك سألتيه فيما يتعلق بمسألة الدعوة هل الصائم دعوة يعني الصائم له أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند الصيام مش دعوا أحده له أن يدعو وإحنا تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا ندعو بأدعية الجميع اللهم إننا نسألك من الخير كله نسألك من الخير إيه؟ كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم كده ندعي الأدعية الواسعة فندعي كده فندعي الأدعية دي والأدعية دي كلها إن شاء الله تجلب علينا الخير من كل الجهات طيب ده سؤال سؤال التاني هل الظالم اللي بيأكل حق الناس هيستجاب الدعوة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا سعد سأله قال أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة هل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل يمنع من استجابة الدعاء نعم يمنع من استجابة الدعاء ما معنى أنه يمنع من استجابة الدعاء إن العبد لا يرى لطف الله سبحانه وتعالى ولا يرى كرمه ليه طيب كده لأن فيه غشاة واسمها غشاة الظلم الظلم والظلمات فلا يرى قلبه يبقى مطموس قلبه يبقى مغلق عليه فيعيش ولا عزه بالله متردي في أوحال مظلمته حتى يترك هذه المظلمة ويرد للناس حقوقهم السؤال اللي انت حضرك بعد كده سألته فيما يتعلق يبقى خلاص ده سؤال الايه سؤال المظلمة ايه كان السؤال تاني السؤال بقى قال متى يعني كيف أكون ممن رضي الله عنهم قال بأن ترضى عن الله يبقى إذن عندما يرضى العبد عن الله سبحانه وتعالى يصبح ممن رضي الله عنه يبقى الصحابة لما رضوا عن الله سبحانه وتعالى لرؤيتهم عظيم نعمة نعمة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضيوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا وسكنت قلوبهم فرضي الله عنهم لما رضوا عن الله سبحانه وتعالى منعما يبقى عندما أرضى عن الله سبحانه وتعالى الله يرضى عني فلما يرضى عني ايه يكتبني في دواوين المحبين ويكتبني في دواوين الأبرار ويسهل علي النعمة ويسهل علي الطاعة كل ده من علامات الرضا كل ده من علامات الرضا وإننا أكون من أهل الاستقامة كل ده من علامات الرضا نا